قولة للشاعر شاعر مريض وعادته بمعنى زارته في مرضه هذه الشمس أتتني الشمس عائدة ولم تكو هنا تكو بمعنى تكن ولم تكن الذي هو كان فعل ماضي ولم تكو تبرح الفلكة تبرح بمعنى تغادر بمعنى أنها لم تكن تغادر الفلكة بمعنى السماء والآن غادرت هذا الفلك وجاءت إلى الشاعر بالطبع هنا هذه المعاني كلها مجازية بمعنى تعبيرات بطريقة غير حقيقية تعبير مجازي وبالتالي هنا المقصود وهو أن الشاعر زارته في مرضه فتاة زارته فتاة في مرضه وأن هذه الفتاة لم تكن تخرج من المنزل كانت تبقى في المنزل ولكن عندما سمعت أن الشاعر مريض خرجت وجاءت لكي تعوده في مرضه وإذا مرض فعده وبالتالي هنا عندما نقول أتتني الشمس عائدة أين هي الكلمة التي استعملت في غير معنى الحقيقية أتتني لأن الشمس لا تأتي وبالتالي الذي يأتي هو الإنسان أتتني فتاة كالشمس بمعنى شبهنا الفتاة هنا بالشمس وبالتالي الذي محدوف هنا طرف المحدوف هنا هل هو الطرف الأول أم الطرف الثاني ماذا سنقول أتتني الشمس كالإنساني أو كالفتاة أم سنقول أتتني فتاة كالشمس إذن تقدر هنا أن نقول أتتني فتاة كالشمس وبالتالي فالطرف المحدوف وهو الطرف الأول وهو المستعار له وهو الذي اقترضنا له واستلفنا له إذن عندنا هنا المستعار له محدوف وهو الفتاة الفتاة هي المستعار له وهو المحدوفة إذن هذه الفتاة هي المستعار له والمستعار منه هنا مذكور وهو الشمس إذا المستعار منه مذكور هنا وهو الشمس ماذا استعارنا؟ ما هذه الصفة أو ما الصفة التي استعارناها من الشمس واقترضناها واستلفناها من الشمس وقدمناها للفتاة وهي صفة نور لأن الشمس تنير والفتاة في نظر هذا الشعر أنها تنير وبالتالي النور هل يوجد هنا أي كلمة هذه الكلمة النور هل توجد في الجملة؟ لا توجد وبالتالي فوجه الشبه أو علاقة المشابه هنا محذوفة علاقة المشابه محذوفة والتقدير وهو النور والبهاء علاقة المشابه هنا محذوفة والتقدير النور والبهاء إذن لأن وصلنا إلى الركن الرابع من الاستعارة إذن هل تتذكرون الركن الرابع من الاستعارة؟ الركن الرابع من الاستعارة وهو القارينة إذن وهي القارينة وقلنا أن القارينة هي الكلمة أو الجملة التي تجعلنا نفهم المعنى المراد هنا قلنا أن هناك معنى حقيقي وهو أن الشمس جاءت وزارت هذا الشاعر في مرضه وهذا ليس هو المقصود المقصود والمعنى المراد وهو زارت الشاعر فتاة في مرضه زارت الشاعر فتاة في مرضه هنا أين هي الكلمة أو الجملة التي تدل على أن الفتاة هي التي زارت الشاعر وليست الشمس أين هي الكلمة أو الجملة؟ إذن هنا مذكورة التي هي أتتني أتتني وكذلك كلمة عائدة إذن كذلك كلمة عائدة بمعنى زارته في مرضه إذن أتتني وعائدة هذه الكلمتين التي جعلتنا نفهم أننا نقصد هنا زيارة الفتاة وليس الشمس لأننا هنا عندما نقول عائدة بمعنى عيادة المريض الشمس لا تعود المريض ولكن الذي عاد المريض وهي هذه الفتاة القرينة مذكورة وهي لفضية مقالية وهي أتتني وعائدة أتتني وعائدة ما نوع هذه الاستعارة؟ إذن نحدد الآن نوع الاستعارة بعد أن حددنا أركان الاستعار الأربعة ما نوع هذه الاستعارة؟ وإذا أردنا أن نحدد نوع الاستعارة فنركز على المستعار منه هل هو موجود أم غير موجود؟ هنا نجد أنه مذكور بمعنى موجود في الجملة ولأنه موجود في الجملة هنا جملة الاستعارة ستسمى استعارة تصريحية ستسمى استعارة تصريحية لأن المستعار منه مذكور وهو الشمس وهو الشمس وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة